التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تعقد إدارة منتدى شباب العالم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم وذلك بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبية وقالت إدارة المنتدى في بيان أن ذلك يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المحاققة على مضار أربع نسخ أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم ولخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين وسط إقبال كبير على زيارة المعرض حقق معرض القاهرة دولي للكتاب إقبالا غير مسبوق خلال اليوم التاسع حيث تخطى عدد مرتديه نصف مليون زائر ليصل عدد رواده لقرابة مليونين ونصف مليون زائر حتى الآن منذ فتح أبوابه للجمهور في السادس والعشرين من يناير الماضي أرجأ وزير الخارجيات الأمريكية أنطولي بلينكين زيارة للصين بعد رصد منطاضي مراقبة صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية أبلغ وزير الخارجيات الأمريكية أنطولي بلينكين نظيره الصيني وانجي أن تحليق منطاضي مراقبة صيني فوق الولايات المتحدة عمل غير مسؤول من جانبه صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد المشاورات مع شركائنا في الوكالات وكذلك مع الكونجرس تم الاتفاق على أن الظروف ليست مناسبة في الوقت الحالي ليسافر بلينكين إلى الصين قالت الصين أن الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا زادت بعد أن زار نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو روسيا الأسبوع الماضي ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية أنها مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ شراكتهم الاستراتيجية وتشجيع تحقيق مزيد من التقدم في علاقتهما وقال البيان أن الببعوث الصيني التقى أيضا بنائبي وزير الخارجية الروسي خلال زيارته يومي الثاني والثالث من فبراير وأضاف أنه تم تبادل خلال اجتماعاته وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك قالت باريس أنها بالتعاون مع إيطاليا تضعان اللمسات الأخيرة على محادثات فنية لتسليم مشترك لنظام الدفاع الجوي سامبتي مامبا إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023 وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سباستياني كورنو ونظيره الإيطالي جويدو كورزيتو أن هذا النظام يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الروسية وذلك من خلال تعطية جزء كبير من الأراضي الأوكرانية قال متحدث باسم الشرطة في نيجيريا إنما لا يقل عن 41 شخصا قتلوا عندما اشتبك مسلحون مع جماعات أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة في ولاية كاتسينا بشمال البلاد مسقة رأس الرئيس محمد بخاري في أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا إن عصابة مسلحة هجمت قرية في منطقة باكوري في الولاية وهربت بالماشية والأغنام إلى الأدغال وأضاف أن جماعة أهلية محلية احتشدت ولحقت المسلحين مما أدى إلى حدوث هذا الاشتبات انتهى موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل